بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هل الاستغفار يكفر الله به جميع الذنوب؟ إن هناك أنواعاً وأقساماً من الذنوب فقسم لا يغفره الله أبداً ما هو؟ إنه الشرك بالله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً فمن حدث منه الشرك والعياذ بالله فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله لهذا الذنب استغفاراً عظيماً وأن يرجع مرة أخرى عن هذا الذنب الذي اقترفه فإن الشرك لا يغفر أبداً القسم الثاني يستدعي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار ثم رد الحقوق والمظالم إلى أهلها فمثلاً إنسان قتل أو إنسان اغتاب إنساناً أو إنسان سحر إنساناً على هذه الذنوب ترتبت أمور وهذه الأمور متعلقة بمظالم وبحقوق من حقوق العباد فيستلزم ذلك الندم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورد المظلمة إلى أهلها فإفساد الذنب نفسه قد يكون جرماً عظيمة مثلاً إنسان سحر فتاة وبعد فترة تاب وندم وهذا السحر قد نتج عنه أمور أخرى صدمات عصبية أو نتج عنه أن الخادم السحر قد عاشق جسد الفتاة ويعني أحدث عندها أشياء بعد أن كانت سليمة وكانت معافاة أصبحت يعني أصبح عقلها به بعض الخلل وبعض غير ذلك فهذه هناك بعض الذنوب تستدعي الندم والتوبة إلى الله وظل بالعفو والسماح من صاحب الذنب وإن كان هناك مظلمة أو شيء عليه أن يرد هذا الشيء فإن الأمر ليس بالسهل وباليسير فإن الله سبحانه يسامح في حقه ولا يسامح في حق عبده فإن حقوق العباد مبنية على المشاحنة ومبنية على المخاصمة حتى قد يصل الأمر أن يوقف الله الظالم والمظلوم يوم القيامة ليقتص بعضهم من بعض النوع الثالث من أنواع الذنوب وهي التي تكفر بالاستغفار يعني الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويندم على ما فات فيغفر الله له ذلك الذنب مثلا كإنسان قصر في أداء الصلوات أو قصر في غير ذلك وهناك أمور تكفر الذنوب كالاستغفار استغفار أن يستغفر الله استغفارا كثيرا والاستغفار ليس له حد معين والصلوات الخمس كذلك تكفر والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والحج والوضوء وحتى السعي على العيال يكفر الله به بعض الذنوب وبعض السيئات فالإنسان عليه أن يتوب إلى الله وأن يكثر الندم والتوبة أن يبتعد عن الشرك بالله فإنه لا يغفر أبدا ويستوجب صاحبه ويستوجب من لم يتوب الخلود في النار وإن كان الحق متعلقا بحق عبد من العباد فعليه أن يرد الحق إلى صاحبه وأن يتحلل من المظلمة قبل أن يكون دينار ولا درهم وإن كان الذنب صغيرا أو ذنبا عاديا فعليه ألا يتمادى في محقرة الذنوب فإنها تجتمع على الرجل حتى تهلكه وأن يكثر جدا من الاستغفار أسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يتوب علينا لنتوب وأن يغفر لنا الذنوب والسيئات إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته